رحبت الجزائر يوم الخميس على لسان الناطق باسم يزارة الشؤون الخارجية عبدالعزيز بن علي شريف بالتوقيع على اتفاق المصلحة بين أطراف النزاع في جنوب السودان معربة عن أملها في أن يسمح هذا الاتفاق بالتوصل إلى تسوية نهائية لخلافهم وأكد الناطق باسم الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بقوله إننا نرحب بالتوقيع الذي تم يوم الأربعاء الواحد وعشر من جنوبي على اتفاق المصلحة بين الأطراف النزاع في جنوب السودان ونأمل في أن يسمح ذلك بالتوصل إلى تسوية نهائية لهذا الخلاف الذي جرى هذا البلد إلى أزمة إنسانية كبيرة